نفسيتهم بتطلع عاملة ازاي لما يحسوا انهم مختلفين يعني المختلف في مجتمعنا ده بيحس بايه؟ الحياة النفيه بيحس بحاجة كتير اولا من الضغط المجتمع الشديد فكرة الوصمة زي ما كنا لسه بنحكي كده بتفرق معهم جدا جدا وفكرة الوصمة بان انا احده ان انا هنلا حط له الاعاقة فعلا بحط له عاق في طريقه طوالوقت بحط له طوالوقت بحط له طوالوقت انه يتحرك مع الحياة فطولوقت انا بوصمه بنظرات بطريق التعامل باحساس بالصعبانيات كتير جدا جدا من ذا وهن عنده مشكلة مش عايز صعبانيات مش عايز الناس تبصلي وتقولي يا حرام يعيني عليه مش عايز الاحساس ده احساس مقلم بالنسباله بس احنا يعني ده الحاجة الوحيدة اللي بنقدمها لأسف الشديد وحتى طلعوا امثال مرعبة انا اعزلك في مجتمعنا لان انا مثلا واحدة من الناس اللي حتى لا يعني حتى في الراديو انا بحارب نص الامثال الشعبية اللي تعملت لانها مش مناسبنا دلوقتي مش حقيقية يقول لك كل ذي اختلاف انا هسميه اختلاف جبار صحيح شفت المثل شفت وحشته صحيح يعني حتى وانا بذكر القصة عالتا اولتبليكت هم اجابوها منين او ليه تتقال كده في مجتمعنا وهل دي حقيقة لا اول فكرة كله ان انا النهاردة لو عندي نقص وانا عندي احساس بالنقص بيكون عندي مشاكل نفسية فاحساسي بالنقص ده مهم جدا يعني احساسي ان انا شايف نفسي شخص مكتمل ولا شايف نفسي عندي نقص شديد او شايف نفسي عندي اعاقة فالاعاقة دي مخلييني مختلف عن الاخرين بشكل سلبي فالقصة برضو مش في الظواهر الجسالية فهم خافوا مني فقالوا ان انا جبار خافوا مني او شافوا مني رأكشنات عنيفة لان انا من الغضب المتراكم جوالي مش بعرف اتعامل معاه بطلق احيانا رأكشنات عنيفة وانا مش وعي